وإنما لازلت في الوقفة الثالثة عند مؤسسة القمر للثقافة والإعلام سأطرح سؤالاً وأجيب عليه السؤال ماذا قدمت مؤسسة القمر؟ ماذا قدمت في عملها ونشاطها؟ سأجيب على هذا السؤال ماذا قدمت مؤسسة القمر؟ قدمت ما يلي أولاً كشفت الخديعة التي تمتد إلى ألف عام وبنحو علمي مفصل وموثق الخديعة الطوسية كشفت الخديعة التي تمتد إلى ألف عام وبنحو علمي مفصل وموثق الخديعة الطوسية على مستوى المرجعية والمؤسسة المؤسسة الدينية عموماً بكل تفارعها على مستوى المرجعية والمؤسسة والحوزة ومنهجها وبرامج التبليغ والأحزاب والاتجاهات الشيعية المختلفة مدارساً منهجية وأحزاباً سياسية وتجمعات طقوسية وغيرها تفاصيل كل ذلك كشفت ما يجري في كواليسه مؤسسة القمر ثانياً تشخيص الطريق الشيعي وفقاً لمنظومة بيعة الغدير الأول والثاني بالتوجه فقط في كل شيء إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه ثالثاً نشر ثقافة الغديرين القرآن المفسر بتفسيرهم فقط والحديث المفهم بتفهيمهم فقط رابعاً السعي في إيجاد نواة مكتبة شيعية نظيفة من قذارات السقيفتين بني ساعدة وبني طوسي بحدود الممكن رابعاً السعي في إيجاد نواة مكتبة شيعية نظيفة من قذارات السقيفتين بني ساعدة وبني طوسي بحدود الممكن عبر سلسلة واسعة من الكتب والموسوعات المتلفزة والعمل على تحويلها إلى كتب ورقية وألكترونية والعمل جار بحسب الإمكانات المتوفرة إنه المشروع الذي نتحدث عنه دائماً مشروع كلامكم نور خامساً تشخيص وتوضيح عقيدة البراءة والولاية بمراتبها الأربع الفكرية القلبية العاطفية العملية القولية تشخيص وتوضيح عقيدة البراءة والولاية بمراتبها الأربع بنحو لم يسبق أن طرح عبر تأريخ الغيبة الكبرى المكتبة الشيعية موجودة ونتاج مؤسسة القمر في الكتب والموسوعات المتلفزة موجود أيضاً وعلى الإنترنت بإمكان الجميع أن يصلوا إليه سادساً نشر الثقافة الزهرائية الأصيلة فيما يرتبط بمقامات الصديقة الكبرى الإلهية الغيبية وما يرتبط بإمامتها وأنها ثالث أئمة الأئمة صلوات الله عليهم جميعاً وشؤون قيمومتها على الدين وأهل الدين وسائر تفاصيل مقام أمومتها الكلية وحجيتها الربانية المطلقة وما يرتبط بشأن ظلامتها وجريمة قتلها شخصاً من قبل سقيفة بني ساعدة وقتلها شخصية من قبل سقيفة بني طوسي لعن الله السقيفتين معاً سابعاً تغيير المذاق العقائدي الثقافي الشيعي عبر نشر ثقافة التواصل مع حديث محمد وآل محمد وأدعيتهم وزياراتهم وقد صار هذا الأمر ملموساً يتحسسه المتابعون لمثل هذا الشأن ثامناً إيجاد منظومة عقائدية متكاملة عبر كتب متلفزة من أهمها مجموعة حلقات أعرف إمامك مجموعة حلقات هذا هو الحسين وغير ذلك كثير وفير تاسع تأسيس أنموذج للإعلام الشيعي الزهرائي الأصيل عبر قناة القمر الفضائية وعبر النشاط الألكتروني المتنوع على الإنترنت عاشراً نشر ثقافة الحكمة اليمانية عقائدياً وفقاً لمضمون بيعة الغدير الأول والثاني ضمن مفاهيم الزيارة الجامعة الكبيرة وفتوائياً وفقاً لمنهج لحن القول ومعاريضهم الخاصة بفهم رواياتهم صلوات الله عليهم على سبيل المثال ما يتعلق بموضوع التعليم والتقليد فالحكمة اليمانية الغديرية الزهرائية القائمية تتبنى التعليم للتقليد مع جواز التقليد للهمج الرعاع كما يسميهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه حادي عشر تصحيح العبادات التي أبطلها وأفسدها المنهج الطوسي الأصولي البتري وعلى رأسها الصلاة التي هي عمود الدين بوجوب ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير وإلا فالصلاة باطلة فاسدة قذرة كحال فتاوى الطوسيين البتريين وكذاك تصحيح الموقف اللصوصي الغادر من قبل مراجع النجف وكربلاء بخصوص فريضة الخمس إذ استمر قطاع الطريق هؤلاء ولصوص المرجعية الشيعية بسرقة الخمس إلى يومنا هذا رغم أن الإمام الحجة صلوات الله عليه قد أباحه لشيعته وجعلهم منه في حل إلى وقت ظهوره الشريف والحكاية طويلة في مقام العبادات والأحكام الشرعية الأخرى ثاني عشر العمل على إيجاد رسالة عملية زهرائية موجزة متلفزة وفقا لمنهج الغديرين منهج العترة الطاهرة صلوات الله عليها ثالث عشر مواجهة التيارات المنحرفة عن منهج علي وآل علي صلوات الله عليهم كالخطابية والنصيرية والقطبية والمرجئية البترية عبر التلفزيون والإنترنت والندوات المفتوحة والتبليغ المباشر في العديد من البلدان المختلفة رابع عشر جمع حصادي كل الجهود والنشاطات المتقدمة الذكر رابع عشر جمع حصادي كل الجهود والنشاطات المتقدمة الذكر في وعاء عملي وفكري واحد وصب ذلك في مجرى التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم خامس عشر نحن مستمرون ولن نتوقف إن شاء الله تعالى بتوفيق صاحب الأمر صلوات الله عليه زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي ميثاق ميثاق عمل مؤسسة القمر للثقافة والإعلام تطبيقه العملي بحدود ما نتمكن في هذا العرض الواقعي والدقيق جدا فيما قدمته مؤسسة القمر للثقافة والإعلام هي لا تتفضل على أحد بشيء هذا فضل صاحب الأمر عليها إنها تؤدي واجبها في الوقفة الرابعة أسألكم أنتم ماذا قدمتم لا أقول ماذا قدمتم لمؤسسة القمر ماذا قدمتم لأنفسكم نحن حينما نقدم شيئا في خدمة إمام زماننا إمام زماننا ليس بحاجة لهذا إنها خدمة لأنفسنا هذه رحمة إمام زماننا خدمته خدمة لأنفسنا وعن هذا سألتكم ترجمة نانسي قنقر